هو الإمام الكبير شيخ الإسلام وحافظ العصر أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي ولد بالكوفة للنصف من شعبان سنة سبع ومئة وطلب الحديث وهو غلام فلقي الكبار وحمل عنهم علما وفيرا قال عبد الرحمن بن يونس حدثنا بن عيينة قال أول من جالست عبد الكريم أبو أمية وأنا بن خمس عشرة سنة قال وقرأت القرآن وأنا بن أربع عشرة سنة جمع بن عيينة وصنف وأتقن وجود وعمر دهرا فرحل إليه من البلاد وألحق الأحفاد بالأجداد وامتهى إليه علو الإسناد تفرد بن عيينة بالرواية عن جمع من الكبار سمع من عمر بن دينار وأكثر عنه ومن الأسود بن قيس وابن شهاب الزهري وعاصم بن أبي النجود وأبي إسحاق السبيعي وعبد الله بن دينار ومحمد بن المنكدر وغيرهم حدث عنه الأعمش وابن جريج وشعبة وهؤلاء من شيوخه وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان والشافعي وعبد الرزاق وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة الكبار جاور عنده غير واحد من الحفاظ وكان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج وما يحركهم سوى لقيا سفيان بن عيينة لإمامته وعلو إسناده قال الإمام الشافعي لو لا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز وقال أيضا ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة وما رأيت أكث عن الفتية منه وما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث منه من أقواله من كانت معصيته في الشهوة فارج له ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه فإن آدم عصى مشتهيا فغفر له وإبليس عصى متكبرا فلع توفي ابن عيينة سنة ثمان وتسعين ومئة عن إحدى وتسعين سنة رحمه الله ورضي عنه ترجمة نانسي قنقر